اشتركوا في القناة في كل فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بيسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في المقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشائم من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطيه الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انتي ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي ديسلايك بتسب علي وبكومنت وبتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفيتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعديها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاضي يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق في اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذا الموضوع في اشخاص بقولك بلها المقدمة مقدمتك طويلة زهقتنا ادخل في الموضوع يا اخي في اشخاص موجودين بتعلموا في اشخاص بهمهم المقدمة في اشخاص بتسمع المقدمة في اشخاص بتسمع الفيديو من اوله لاخره ما بقدر انا ارضي ذوقك انت او اسلوبك انت أو الإشي اللي برضيك أنت وأرفض الباقيين فعشان هيك أنا بعطي حقي في الفيديو هذا أو في التسجيل عشان أرضي الجميع فأنت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك أنت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك أما أنك أنت بدك تغير أو أغير على هواك لا اكتب رأيك بتعليق أنت والله أنا شفت فيه ناس كثير تفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه أو أي كلام حطت عليه بدهم الأسلوب هذا أنا أتبعه على رأيي الأكثرية أنا بأخذ ماشي عشان نكون متفقين من البداية أنت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك أسلوبي وحسيت أني أنا دفش أو فض بالكلام أو كثير كلام أو هاد عادي يكتب لي في تعليق تحت وأنا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن إذا فيها شتائم ومسبات وهان لا راح أستقبل كلامك بأسلوب بليغ في كلامك بلكوا كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف إيش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الأسبوع أو العشر أيام اللي أنا راح أحكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على أكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بيكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بيكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبي جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت ما ديوم باي شيء مهم او ضروري او شراء اشياء مهمة بالنسبة للك او عقد او زواج او توقيع لخطوبة او زفاف او اشياء مهمة كلها لانها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الاشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون او الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة اول خلو المسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو 24 الشهر راح يبدأ من الساعة 11 و 7 دقائق بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت 25 سبعة تمام الساعة 51 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني صباحا اما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين 27 الشهر بيبدأ من الساعة واحدة و 8 دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة 4 و 11 دقيقة بتوقيت جرينيتش اما بالنسبة لخلو المسار الثالث رح يكون يوم الاربعاء 29 الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة 4 و دقيقة بتوقيت جرينيتش وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة 7 و 24 دقيقة بتوقيت جرينيتش طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من اخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو الساعة 12 و 7 دقائق يعني اول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 12 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش رح تأثر علينا بالفترة القادمة او رح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا برج الاسد طبعا الشمس انتقلت وصارت موجودة عندكم يعني اعطتكم طاقة هسا بتبلشوا تعاوضوا بشكل تدريجي كل الضغوطات اللي كانت بالفترة الماضية بتحسوا ان الامور صارت احسن كل يوم احسن من اللي قبله بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلاد واحد فيكم بتلاقي انه فترته بلشت من عندها طاقتكم بتصير ايجابية اكثر بتصير عندكم حيوية اكثر وقدرة على انجاز كثير من الامور سرعة البديهة بتصير عالية وبرضو نشاط بعوض كل الخسائر اللي انتم اخسرتوها بالفترة الماضية اما بالنسبة الى عطارد طبعا عطارد ما زال في بيتك 12 بيت المتاعب فهو بيخليك تتجاوز كثير من المصاعب بالفترة هاي بيساعدك على تجاوز امور الها علاقة بالعمل او الها علاقة على مستوى الصحة بيشحنك بطاقة ايجابية وبعزز كثير من الاشياء اللي بتكون داعمة لالك اما بالنسبة للزهرة فهي في بيت الاصدقاء يعني ما زالت الامور على المستوى الاجتماعي وعلاقتك مع الاشخاص والاصدقاء بتكون جيدة ممكن تتعرف على بعض الاصدقاء اللي يدعموك ويساعدوك في بعض المسائل او ممكن يعززوا من ثقتك بالنفس يشحنوك او يكونوا واسطة لالك في بعض الاشياء اللي بتكون لمصلحتك اما بالنسبة للمريخ فالمريخ في البيت التاسع يعني بيعمل نوع من انواع الحدية وتقلب بالمزاج والعصبية صحيح هو بيدعمك بشكل ايجابي بعطيك جراءة للتواصل مع اشخاص من خارج البلاد بيجيب لك علاقات خارجية مع اجانب او على امور لها علاقة بالسفر او التجارة او المغامرات في امور تجارية زي صفقات وامور هاي برضو بيدعمك على مستوى اشياء الها علاقة بالاوراق القانونية والمعاملات الرسمية اما بالنسبة للجدي فطبعا ما زالت الزوايا كلها موجودة بالنسبة للكواكب اللي بتتراجع المشتري زحل بلوتو اللي بتراجعوا الثلاثة هذولة في الجدي فبيعملوا نوع من انواع التقلب على مستوى اما على العمل يعني قسم منكو بتأثر على مستوى العمل وشغله وتراجع في شغله او ضغوطات او صعوبات بتطلب منه عدم الاعتماد على الحضوض بالعكس بده هو يغامر وهو اللي بده يجتهد ويعني يحاول بجهده الشخصي يحل المشاكل هاي وقسم اخر على الوضع الصحي ولكن اجمالا بما انه انتهت الزوايا المقابلة فبتخف الضغوطات شوي على امور الصحة فممكن تجد بعض الحلول او العلاجات او تتحسن شوي على مستوى الصحة اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا نبتون اللي بيعملك مخاوف من الوضع المالي مخاوف وتردد وتقلب على الديون تراقم الديون الشكوك في بعض الاشخاص اللي بيحاولوا انهم ينصب عليك او يستغلوك ماليا الازمات المالية شوية بتقلقك بالفترة هاي بصير عندك نوع من القلق والارق اه الاحلام الكوابيس اه اشياء بتخوف افكار سودة بتتخلخل او بتتخلل دماغك بالفترة هاي حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تستسلم لهاي الوساوس وانطلق وانت واثق لانه الشمس بتعطيك طاقة كبيرة بتساعدك لتجاوز كثير من المحن والمصائب اما بالنسبة لأورانوس فهو موجود في البيت العاشر بيت السمعة فعشان هيك بعمل نوع من انواع التقلبات يا برفع سمعتك وبعطيك شهرة عالية جدا وبشرك على المستوى العام وبخليك تحقق انجازات كثيرة لدرجة انه انتي ما بتلحق من مديح واطراء ومناصب وحتى على مكان عملك او الترقيات بمكان العمل تاعك يا اما بعمل العكس فعشان هيك بدك تكون جاهز عشان تستفيد من الاجابيات ولكن العكس يعني انهيار يعني خسارة فلوس يعني خسارة عمل مشاكل في مكان العمل بشكل كبير فبدك تكون حذر لما تكون جاهز وتكون امورك جاهزة وتكون مستعد وما تغامر وما تخاطر في تشويه سمعتك اعرف انه اورانوس رح يدعمك بالشكل الايجابي ولكن ان اهملت بدك تتحمل العواقب اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر موجود بالعدراء حاولوا انك تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة ممكن تناقش موضوع مالي ما تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر اموالك كون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود حدد اهدافك من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود في الميزان بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع اخ اوجر تكثر النشاطات حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك انك الدفاع او الدافع عن حقك والتعبير عنه بوضوح وصراحة عندك قدرة عالية جدا على الاقناع برضو ما تتردد بالفترة هاي من التحرك من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالعقرب بتنهمكوا في ادخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه بتميل التواصل مع افراد العائلة او لمد يد العون لهم ممكن بتدخل في هاي الفترة شوي لمواجهة مع الحبيب او مع احد افراد العائلة الفترة شوي بيكون فيها نوع من انواع التوتر بتضطر للاهتمام باحد افراد العائلة او بعط المنزلي اهمش انك ما تهمل صحتك من صباح يوم الاربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس تشتد رغبتكم في التقرب من احباك ومتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج اساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والارتباط باهمش انك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والاحباء وصحيح الاخطاء اما من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في الجدي فهنا ببدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك انتوا قادرين على انجاز قسم كبير منه اهمش انك ما تهمل صحتك هاي فترة عمل جيدة فكون اكثر انضباطا وتنظيما ممكن تنشغل بامور صحية او رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن احد المعاونين او احد الاصدقاء ممكن يكون عندك نوع من انواع العمل جديد او مشروع جديد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء